كشف وزير البترول طارق الملة أن بدأ انتاج الغاز الطبيعي من حقل الظهر سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهريا وأشار الملة إلى أنه من المتوقع أن يصل قيمة الوفر المحقق من انتاج الغاز الطبيعي من حقل الظهر إلى أكثر من 700 مليون دولار على أن يرتفع مع اكتمال انتاج الحقل إلى نحو 2 مليار دولار سنويا وأوضح الملة أن نتائج حقل الظهر والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا يوازي حجم ثلاثة شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج